اشتركوا في القناة اطار التنسيقي الحكومة اللي برئاسة محمد الشياع السوداني نشرت انه هناك يعني استطلاع عجرته مؤسسة الكالوبو الأمريكية لقياس الرأي قالت فيه انه هناك يعني رضا كبير جدا جدا عند العراقيين على حكومة محمد الشياع السوداني ونشرة وسائل الإعلام العراقية هذه التابعة للحكومة تقول انه 69% من الشباب العراقيين الذين استطلعت آراءهم يؤيدون يعني رئيس وزراء الإطار البيشياوي هناك ثقة للعراقيين في المؤسسات الحكومية ارتفعت بغض النظر عن هذا الكلام يعني هذا الكلام سنأخذه على عواهنه ونسأل يعني هو شنو يخلي أي حكومة بالدني أي حكومة في أي بلد شنو يخلي الشعب يرضى عنها يعني الشعب ييدها ولا ثقة بمؤسساتها شنو يخليها أولا يجب أن تكون الشعب هو المختارها ثانيا يجب أن تكون خارجها من رحم الشعب وتدافع عن الشعب وتبحث عن مصالحها وتحقق مصالحها وتحقق له الخدمات والأمن والاستقرار والنمو والازدهار الاقتصادي والوظائف وتقضي على البطالة وتطيق يعني وضع صحي متطور وتنهض بالبلد هذا اللي يخليها حكومة هناك منهاج لكل حكومة تضعه همام الشعب والشعب هو الرقيب هذه في الدول التي تقول أنها ديمقراطية والعراق يقول أنه بلد ديمقراطي هذه الأحزاب النهر كل تنعق مثل الغراب تقول عن الديمقراطية وشنو هاي الديمقراطية من ندري ديمقراطية خاصة بس الديمقراطية بالعراق هذا الشكل عموما فاللي يجعل الشعب يثق بأي حكومة بغض النظر عن اللي قال قال هذا ما قال هذا ما أدري يعني يا وسائل الإعلامي العراقية تقول هاكذا في نفس الوقت اللي تقول بي قالوه بيقول هيت شي وحنا تحدثنا بالحلقتين الماضيتين عن حالات الانتحار وحالات الطلاق وهاي جزء من جزء من هذا الرضا والثقة بالحكومة والوضع الحالي مهيجي بغض النظر عن هذا صدرة احصائية من محاد ليغاتوم وهذا ليغاتوم مركز أبحاث مقرة بالعاصمة البريطانية لندن وهدف المعلن هو هذا المركز تعزيز تثقيف الجمهور في الأوضاع السياسي والاقتصادية والاجتماعية في البلدان العالم هو يسوي إحصائيات ولديه أكثر من أربعين جهة مانحة المعحة التأسس على 2007 هذا المعحة صدر آخر آخر إحصائية إلى آخر تقرير يتحدث به عن يعني مستوى أو قياس مؤشر دول العالم في الرخاء والازدهار لعام 2023 العام الماضي اللي داخلين بهذا المؤشر 167 دولة العراق مرتبته 140 يعني من بين 27 دولة أسوأ دول العالم في الرخاء والازدهار فهل يتناسب هذا الكلام؟ مع كلام يقولون أنه قالوا سوى استفتاء والناس أبدت بثقتها ومحبتها لا يمكن يعني أنا لا يعني لذلك قلت لكم لا أريد أن نناقش ما قاله وقالوا قال ما قال ما أنه علاقة لكن هل يستوي هذا الوضع؟ هل يستوي الوضع العام الذي تشوفونه للعراقيين بلد ما بيه غير مولات ومطاعم لا زراعة لا صناعة لا إنتاج لا تجارة لا كل شيء النفط ينباع ما عدنا غير سلحة واحدة يبيعوها للنفط براميلها تتحول الفلوس إلى أمريكا وتجيل الفلوس وموازناتنا أكثر من مئة مليار سنويا ووضع العراق في أسوأ حال التعليم في أسوأ حالات خارج كل قوائم التعليم العائم ما يخلون العراق ضمن التصنيفات اللي بيها التعليم يقولون أنه في العراق لا يوجد تعليم مستشفياتنا من أسوأ المستشفيات قبل أيام غرقت المستشفيات في الأمطار وواحدة من عندهم المستشفيات يرموك غرقت حتى ردهات الطوارئ غرقت الناس قامت تشيل مرضاها وتنهزم بيها إلى بيوتها معرفة أن توديها بالشارع أعصن لهم من المستشفيات هل يتناسب هذا مع ثقة الناس ثقة الناس يضحكون على العالم يعني مثل ما تقولون أنتو هذه الحكومة انتخاف الشعب هو 90% من الشعب انقاطع الانتخابات معيب وصلنا إلى حالة ما عاد المواطن يعتمد على وسيلة إعلام واحدة وتقدرون تقشمرون عليها وتقدرون تضحكون عليها وتقدرون تكذبون وتظلون لله وخاصة مع مواطن عراقي العراقي من أذكى الناس مع احترامي وألف مرة أقولها مع احترامي لكل شعوب الدنيا بس هذا الشعب العراقي وهذا المواطن العراقي من أذكى الناس من أكثرهم قدرة على تمييز الأمور وتمييز الأبيض والأسود وهذا الإنسان الطيب بالعمق التاريخي بعمق الأخلاقي بعمق الوجداني نعم دا يمر بحالة شاذة الآن وكتفسخ وكتمزق لكن هذا ميدو هذه حالة شاذة ستنتهي سيعود الشعب إلى وجه الأصيل يعيد وطنه إلى وجه الجميل لا يمكن أن يستمر هذا وهذا ما لا علاقة بنظام جمهوري سابق نظام ملكي ما لا علاقة ولا إلى علاقة لا بسنة ولا بشيعة ولا بكراد ولا أبدا يعني من يدعي هذا الموضوع يعني ليقف بعيدا ما عاد بعد أكثر من 20 سنة الحديث عن الطائفية وهذا الشيعي وذاك سني وهذا الطائفة ومدري منه الدفاع عن المظلومية ما عاد مقبول لأن الميليشيات الشيعية قتلت الشيعة في ثورة 2019 قتلتهم بالشوارع أكثر من ألف شاب وجرحت أكثر من 30 ألف والشباب اللي اعتبروهم حاضنة لهم في كل المدن الجنوبية حرقوا كل مقرات الأحزاب وكل مقرات الميليشيات وطردوهم ودفعوا بقوات إلى الناصرية قتلوا الشباب المعتصمين ما العلاقة وبالنجف وبالكربلة أكو قوى متسلطة على السلطة وجدت أموال وجدت جاه وجدت شيء آخر وقوى خارجية والهيران تدفع بها لكي يبقى العراق موزق وضعيف وهي تحكم وهذا الموضوع الحقيقي ف لما يكون العراق بالمرتبة 140 من بين 167 دولة ويكون بالمرتبة 15 عربية يعني حتى على الدول العربية في مؤشر الرخاء والازدهار هو رقم 15 لاحظوا من ورانا من أهم معايير هذه المؤشر هذا اللي وضعتها الفساد المالي والإداري وهو أعلى ما يمكنه والعراق منظمة الشفافية الدولية تضع العراق من بين الدول العشرين الأكثر فسادة من العالم تفشي المحسوبيات غياب تأثير القانون لا وجد القانون الفقر البطالة انتشار الفقر انتشار البطالة انتشار الأمية تهالق القطاع التعليم والصحة غياب الحريات تكميم الأفواه والقمع التجاوز كل الحدود الآن يحجون بالديمقراطية والحرية والدستور ويمارسون كل الاستبداد ضد الناس وهذا واقع الحال حكومات موالية الميليشيات والميليشيات التي أقامتها فكيف تتصرف لذلك نقول ان هؤلاء وجدوا بلدا غنيا الحقيقة بنك يعني مثل ما يقول محمد عسينان هيكل يقول يقول العراق بنك واستولوا عليه اللصوص مجموعة من اللصوص شون يتركوه هذا الذي يحدث فهل هذا يستوي مع الحديث مع استفتاء سوى تقالوب حدث العاقل بما لا يعقل فان عقله فلا عقله له يعني لا يمكن انت تحدث مع العراقيين واقع الشكل وحديثكم شكل آخر وتجيب لحصائية تقول أصدق بيها ان العراقيين مأيدين الحكومة مأيدين محمد مما مأيدين أحد الناس اللي تأيد تريد استقرار حقيقي تريد بلد مستقل تريد سيادة كاملة تريد احترام للقانون تريد عدالة تريد مدارس جيدة تريد تعليم جيد جامعات جيدة مستفيات جيدة تريد طرق جيدة تريد خدمات تريد مصانع تريد زراعة تريد تنتج انتاج جيد تريد كل شيء مفيد لهذا البلد هل هذا موجود؟ غير موجود إذن كل الكلام مع الأسف الشديد وما تضحكون بي إلا على نفسكم وعلى ما تدفعون لهم الأموال لكي يكتبوا مثل هذه التقارير مع الأسف الشديد وهي أنا أقول مع الأسف الشديد لأن هذه الأموال هي أموال العراقية ليست أموالكم وقد هذه الحلقة قد انتهى أعزاء المشاهدين أترككم بخير والتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة